هذه صور لمقبرة جماعية في خان يونس عثر فيها على جثمين من دون جلود وأخرى سرقت أعضاؤها الجيش الإسرائيلي وبعد مرور 200 يوم من الحرب لا يزال يستهدف المدنيين فبحسب شهود عيان انتهج الجيش الإسرائيلي سياسة الإعدام الميداني لمئات الضحايا ودفن العشرات منهم في مقابر جماعية ما دعا الاتحاد الأوروبي للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل بشأن تلك المقابر فيما أكد سياسيون وخبراء قانون على ضرورة محاسبة إسرائيل على ما تفعله في غزة معتبرين أن ممارساتها ترتقي لمرتبة جرائم الحرب والإبادة الجماعية نشعر بقلق بالغ إذا اكتشاف مقابر جماعية في خان يونس ومستشفى الشفاء وهذا أمر يدفعنا للدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل في جميع الشبهات وجميع الملابسات التي تحوم حولها لأنه في الواقع يخلق انطباعا بأن هناك احتمالا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية ولهذا السبب من المهم أن يكون هناك تحقيق مستقل وضمان مساءلة الوضع داخل غزة وبحسب شهود مأساوي جدا الشوارع مليئة بالجثمين المتحللة ورغم أن عشرات المقابر الجماعية لم يتم نبشها حتى اللحظة إلا أن ما نبش منها وهي ثلاث مقابر فقط في إسبوع واحد حتى الآن بموقع مستشفى ناصر ومجمع الشفاء الطبي وجدوا فيها أربعمائة جثث ضحية أغلبهم من النساء والأطفال شهود عيان قالوا أن القوات الإسرائيلية دفنت تلك الجثث بالجرفات وهو ما جعل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يطالب بفتح تحقيق دولي مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات مستقلة لمواجهة مناخ إفلات إسرائيل من العقاب فيما رد الجيش الإسرائيلي على هذه المشاهد بأن قواته استخرجت الجثث في الموقع وأعادت دفنها بعد فحصها لتأكد من عدم وجود رهائن بينها فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستضغط على إسرائيل بهدف معرفة مزيد من التفاصيل عن المقابر الجماعية المكتشفة حديثا في خانيونس ترجمة نانسي قنقر